السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد كيمينج جيتكم لون فيديو جديد عن سبيندد ليسينس جراند كروس خطايا السبا فيديو اليوم راح نحكي عن الديب نوتس اللي راح تجيب 23 اتماني وشو شغلاتي راح يجيبوها خلال شهر 2021 طبعا اول شي عم يحاولوا يشكروا الكل هلا انا بصراحة ما راح احكي كل شي بالتفصيل لانه فيه شغلات لعبة لطعمه وانا حاسه مع منه فايدة هلا اهم شي لازم نعرفوا انه فيه اكثر من شغله راح يحاولوا يغيروها خلال الوقت القادم اول شي راح يكون في النيو بي في اي دومونيك بيست باتل هذا البوست باتل راح يعطينا موارد جديدة هاي الموارد راح تفيدنا تطوير شخصية تطوير يعني مختلف جدا طبعا وراح يكون فيه كمان جديدة بالنايتهود بوست باتل راح يكون فيه اعتقد هل هلا فيه هل لا ما فيها البعا راح يضيفه صعوبة جديدة والهدايا اللي راح تاخدها راح تكون هدايا اكتر والثانيين قراتو عميل لك انه راح يحاولوا يخلوها طريقة اسهل من ما هي موجودة حاليا مشان تقدر تطوير الجير الى اليو ار جير وتقدر تاخد الجوائز بطريقة اسهل من الحالية والفاينل بوست باتل بعد كينغ وزلدريس راح يكون فيه فاينل بوست جديد او فاينل او طريقة للفاينل بوست باتل جديدة ورح نقدر من خلالها ناخد جوائز اول ما نختم المرحلة وحسب شلو ختمناها للمرحلة طبعا حتى التاور اوف ترايلز اللي موجود حاليا والتاور اوف ترايلز اللي هو النوعين راح يحاولوا يعدلوا عليهم مشان يساوهم احسن وافضل وفيه اكتر من شغلة راح تنضاف طبعا فيه كمان يعني فيه هلا مودين اشجاد راح ينزده اول مود اللي هو اللي هو الهو والتاني اللي هو فاكشن وور هو اه اه متل حرب تلعبها مثل ما انتم شايفين بالصورة هون اعتقد بتلعب مرحلة اكتر من مرة وبتاخد جوائز اكتر مرة وكل ما تختم مرحلة اكتر من مرة بيعطيك اه نقاط اكتر وكل ما بجمع نقاط اكتر اعتقد بتاخد هدايا اكتر هلا بقى خلينا هيك حكينا على الان جنرال هلا بقى من ناحية شي بالتفاصيل اول شي طبعا اه راح يكون فيه خلال الشهر الثماني اه راقنروك شابتر اثنين وراح يكون فيه بي في اي كونتنت جديد اللي هو ديمونيك بيست باتل طبعا انه اعمل لك هل انتو لا تفكروا انه راح يكون فيه شيطان جديد اللي هو مثلا انت من تسعين لمية تقدر تطور شخصيتك لا مو هيك راح يكون بيست جديد وهذا البيست كل ما زاد كل ما قدرت كل ما ختمته كل ما راح تصير صعوبته اكتر والصعوبة راح تضل انه انت راح تضل عم تستخدم نفس الفريق وتحاول تختم الفيزات اكتر واكتر واكتر وغير هيك كمان انه الاتش بي لما تخلص مرحلة راح تروح لمرحلة بعدها الاتش بي تبعك ما راح يرجع مية بالمية لا راح يضل ناقص حسب ما هو اللي نقص الاتش بي تبعك هذا هو الديمونيك بيست وطبعا عميل لك الديمونيك بيست في شغلة كتير كتير مهمة لازم تعرفوها انه الديمونيك بيست ألترا شالينجين كونتينت ألترا يعني فيك تقول اصعب شي راح يكون باللعبة اللي هو الديمونيك بيست باتل لانه الجوائز راح ناخدها منه جوائز ان شاء الله راح تكون كتير 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 قوية لانه راح يكون في نوع جديد من تطوير الشخصيات اللي هو اسمه الكرافتينج سيستم الكرافتينج سيستم هو انت لما تخلص او تختم بعض المراحل من الديمونيك بيست راح ينزل منه شغلة اسمه ريلكس هاي الريلكس انت بتطورها وهي الريلكس لما تطورها وتحطها على شخصية معينة من الشخصيات تبعك كل الشخصيات اللي عنده نفس اللبس اللي هو راح يكون مسلا خين قول مارلين الخضرة مارلين الزرقة مارلين الحمرة العاديات هدول بيعتبروا نفس اللبس بقى هدول الثلاثة راح ياخدوا البوست تبع الريلك اما اذا كان مثلا لولي مارلين او مارلين الزرقة الشديدة ما راح تاخد هاي الريلكس يعني هنا مقسمينها لانه الريلك هاي بتنحط على شخصيات مو نفس الاسم فقط لا لازم يكون بتشاركوا اللبس نفسه يعني ما فيك مسلا انت تحط على واسكنورات الباية ما راح ياخدوا هاد مو نفس الجير انه انت خلاص اي واحد اسمه اسكنور باللعبة راح تدار تحط عليه نفس الجير ونفس الشي بالنسبة للشخصيات الثانية ولا بعض الشخصيات مثل لز قام فلانه بتعتبر شخصية لحالها ما بيزبط عليها لبس لز او ما بيزبط عليها جير لز العادية هاي بالنسبة لريلك خير نحكي بس اكتر على تفاصيل اه بقى متل معناتكم انه هي راح تكون كتير كتير صعبة اه المرحلة تبع الشو اسمه عم يحكي بقى اهلا على باورفور ديمونيك بيز كام نيو بوفو الايتم اللي هي اسمه هولي ريلك عند النيو كرافتينج سيستيم النيو كرافتينج سيستيم والآدد اي جيم اللونج والديمونيك بيز افديت ويتش انتردوز اي نيو اف اكوبمنت ايتم يعني راح يكون متل معناتكم متل الجير انه تلبسه على شخصيتك وراح تكون هاي متل اساس انه جاية من ومال ما لا شغل بالقصه اللي هي تبع لا مو كل شي راح يكون مع بعضه نفس اليو ار جير اسلا اول شي كان في عشر شخصيات بعدين اضافوا شخصية يضيفون شخصيتين ثلاثة اعتقد راح يكون اعتقد نفس الشيء انه مو كل شيء مو كل شخصيات عندك راح يصير تنحط للك فورا لا. بحطوا ممكن خمسة او عشر شخصيات حسب ان شو بدني عملو. هلأ راح يغيروا شوي راح تصير في شغلة اسمائليت وريجولر لأي واحد في لعبها او او اي نايت هود بوس او اي او اي كلان في لعبها بس الاليت هي اللي اول ستة واربعين او اول خمسين اعتقد هلأ صارت فين يلعبوها طبعا انا مشكلة ما بعرف كثير بالنايت هود مشان هيك بقى ما راح يقدر اشرح على الموضوع هاد بقى ازا بتعرفوا حدا بيعرف عن النايت هود روحوا وسألوه بيكون احسن مشان ما اعطي معلومات غلط انا عليها. هلأ بالنسبة للفيتشر كونتنت اوب ديت بلان اول شي هلأ عمل لك فيتشرات جديدة او شغلات جديدة راح تنزل على اللعبة وشغلات راح يكون اوب ديتات بالمستقبلية. طبعا عامل لك انه شو اسمه؟ سيفين دي سينس محاولون انه دايما ينزلوا شغلات جديدة وشغلات ممتعة للناس وتظلت لعب اللعبة سن击د لشغلات بها. Man of the heroes are added and became stronger يعني لك انه حد وسينس HUEF عن كتب سيكون كتب سهلة. sulfيزز PSL مثل السيطات بس لغوي تنزل كشغلات هاي بعام يحاولوا دائما يuftبوا prep調整 طريقه انه يغيروا الجميلة الغيرتة ويسوهم ميفادين اكثر واكثر واكثر بالمستقبل幽 maeك بقى راح يect 앞 وشغلة ما دخل ما بعرف شو دخل هاي بهاي صراحة سأنه هي ترقيع على هاي أنا عملك شايفينكم يعني كتير مستسهلين لفورت سولجرز لأنه صار شخصاتكم قوية بخليهم أقوى أنه هلأ فيك تعمل التحديثات القادمة اللي هو نهاية شهر تسعة وبداية شهر عشرة راح تقدر تعمل شخصيتك ست نجوم اللي هو ست نجوم وبسبب هات راح يعطونا مية لما يصير الابديت هات طبعا الست نجوم بس نودا ما بعرف شو دخل هاي بهاي بس عميل لك أنه أعتقد هاي أظن فيها أنه راح نحاول نحسن هاي الشغلات اللي صارت قديمة وصارت انت كتير سهلة عليك ويحاولوا يعدلوها ويسوها جوائزها أكتر وأكتر وأكتر بالنسبة للنايت هوت بوس باتل امبروفمين فرس وي وينتردوز هاير ديفيكالتي مود راح يضيفوا صعوبة جديدة على النايت هوت بوس وسكورينج مثل اندري وورد راح يتغير والجوائز راح تتغير وعمل لك أنه بدل ما طل تلعب نفس المرحلة وتاخد نفس الجوائز لا راح يخلوها أنه انت لما تلعب كل ما تلعب كل ما بتاخد الجوائز غير حسب الديفيالتي اللي بتلعبها بس هاي فيها شغلة صراحة بالنسبة لي سيئة جدا 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 أنه هو يعطيك حسب قديش بتلعب وفي نسبة لأنه هو ما راح يعطيك كل الجوائز لا راح يخليه في نسبة مثل لما انت تلعب مثلا القير ولما تلعب انت مثلا اللي هي بتعطيك ممكن احيانا تلعب عشرين مرة وما يعطيك ولا ممكن احيانا تلعب مرة ويعطيك ممكن احيانا تلعب مرة ويعطيك واللي هي العملة النادرة حاليا فإذا خلوا الجوائز راندوم اللي هو إذا طلع لك بوكس ذهبي بتاخد أحسن جائزة وطلع لك بوكس سيلفر أو برونزي ما يطلع لك شيء بقى هذا بيأثر تأثير سلبي على الموضوع هذا لأنه انت ساعة حتى لازم تلعب بدا ما تلعب عشر مرات وتقدر تجيب السكور العالي ضد من جميع الجوائز هلأ راح يخلوها هلأ ان شاء الله يعملوا شيء بالقارنديد أنه انت إذا ختمت مثلا الديفكالتي الأصعب تاخد عشر جوائز وإذا ختمت الديفكالتي مثلا الأقل تاخد خمس جوائز أربع جوائز جائزتين وهكذا هذا شيء حلو بس إذا عملوها أنه هي حسب السندوق اللي بيطلع لك أنت وحظك بقيد راح تصير شوي سيئة لأنه انت ساعة راح تضر تصرف استمينة زيادة وتلعب زيادة عشان تاخد جوائز أو تاخد فرصة على أنه تاخد جوائز القوية بهذا الشيء اللي أنا بصراحة بالنسبة اللي بكرهه بلعبة سمدد لسينس أنه انت بدك تضل تلعب الشغلة لتحصل على فرصة أنه تطلع لك الشغلة الجيدة بالمرحلة نفسها يعني مثلا أنت بك تفرم الجير أحنا ممكن أنا هديك اليوم لعبت عشر مرة ما أعطاني ولا وممكن أحنا نلعب مرة بك ويطلع لي طبعا بدك لسا أنت تسنى أنه يطلع لك جيد يعني بها هي الشغلة اللي راح يعدلوها وإن شاء الله يكون تعديلهم تبكرين بهذا الشيء أنه ما يكون في شانس أو فرصة أنه يطلع لك شيء جيد أو سيء وتكون شيء قارنتيد أنه مئة بالمئة أنت راح يطلع لك على الأقل أفضل الجوائز مرة والجوائز الثانية أنت وحظك بقى هلا الترينجراتو مثل ما نالكم الترينجراتو راح يحاول يغيروا فيها مشا ما تكون أنه دايما بدك تلعب شخصيات نفسها أو مثلا ثلاث شخصيات بعدين يمحوا لازم تستخدم شخصيات تانية عم يقولوا أنه راح يحاولوا يغيروا بس مكاتبين شو راح يغيروا بس عم يقلك أنه أنت هلأ هم شغلة بالترينجراتو لأنه هي كتير كتير من الإيفنتات المهمة باللعبة لأنه أنت لو مالترينجراتو فيك تقول أنت بدك كتير وقت حتى تقدر تسوي أي جير يوار مشان هيك بعم يحاولوا يعطلوا فيها ويعطونا جوائز أحسان مشان تقدر تسوي يوار جير بطريقة أسهل من الحالية الفاينل بوس باتل مثل ما نالكم الفاينل بوس باتل حاليا صار كتير سهل إذا عندك شخصية معينة بتقدر تختمه وإذا جبت سكور عالي بمرة أو مرتين خلص بتصير الباقي بس أنه أنت بشان نجمع النقاط بتقدر تشتري كل شي بالشوب هلأ عميل لك أنه لحنا هاي الشغلة راح نغيرها آخر بوس راح يكون بنفس الطريقة هو زلدريس وكينغ أعتقد بس بها الطريقة لهو بيكون في كوينشوب وبعد هيك راح يحاولوا يخلوها الطريقة تانية أنه أنت إذا لعبت فريق معين أو إذا سويت شي معين راح تاخد جوائز فورا فهذا الشي أعتقد أحسن وأسوأ بنفس الوقت ليش؟ لأنه مثلا أنا ممكن أحيانا ما يكون عندي الشخصية اللي بدي إياها بشان مثلا أخير نقول بدهم واحد يعمل بليد أو مثلا بدي يجيب بدي أعملهم للي ضدي عدة المرات تشيل أرباتهم طيب ممكن أنا في أشخاص ما يكون عندهم شخصية قوية تدير تشيل أربات إذا عمل هالطريقة في ناس راح تكون يعني راح يكون أحسن لبعض الناس هما يملوا أنه يضلوا يلعبوها أوتو خلص لحتى يفرموا كل شي بالكوينشوب خاصة بالكوينشوب أحيانا عم يعملوا شغلة غليظة اللي هو بليوم فيك تشتري شغلة واحدة فقط أو فيك تشتري عدد معين من الشغلات ما فيك تشتري كل شي بمرة واحدة بقى هذا الشي راح يغيره وأعتقد راح يصير أنه أنه أنت لما تخلص سوف نقول أنه أعمل دمج 200 ألف سنجل تاركت إذا عملت 200 ألف سنجل تاركت راح تاخد لبس الشخصية أي نفس الجندري فيك تحكي نفس الجندري شون الجندري حاليا إذا أنت مثلا تخلصت بأقل من سبعين دور تاخد جيم أعتقد راح يعملوا نفس الشي بس بدل فقط جيم مات راح يكون في هدايا تأخذها فورا بعد ما تخلص الماتش مو بس تخلص المالح وتجمع الكوينات بتروح تبدلها بهدايا بالإكسشين شو بهذا الشي إذا زبطوا ممكن يكون حلو بس إذا عملوا بطريقة غبية ممكن في ناس كتير راح تصير تضطر أنه ما تقدر تاخد جوائز كلها ليش أنه ما عند الشخصيات اللي بتقدر تخلص فيها الفاينال بوس هذا فأعتقد الطريقة الحالية هي الطريقة الأفضل للفاينال بوس صح هي طريقة مملة بس أفضل ليش أنه أنت ممكن ما تقدر تلعب المهمة الأخيرة اللي هو مثلا الهيل دي في كالتي ومشان هيك فأنت راح تطر تلعب النورمان والهارد بس راح تلعب أكتر بس بالأخير راح تقدر تاخد جوائز كلها فإن شاء الله يخلوا أنه طريقة أنه حتى لو ما درت أو حتى لو أنت مو قوي تقدر تاخد جوائز كلها ما يروح عليك شي حتى لو أنت ما صل لك شهرين أو ستة شهور مثلا على الأقل مبلش اللعبة الآن التوروف الترايلز الشغلة اللي راح يسوها اللي هي أنه أو الجديد بالذكر أنه راح يعملوا شغلة أول شي راح يحاولوا دائما نضيفوا شغلات جديدة على التوروف الترايلز وبنفس الوقت راح يكون فيه ريسة عالجوائز يعني كل فترة وفترة مثلا أنت واصل أنت خلصت التسع فلورات مثلا هلأ راح يصد فيه تسع فلورات راح يزيدوا العاشر راح نقدر نعمل ريسة لكل الجوائز ونقدر نلعب التور من أوله لآخره وناخد جوائز من أوله لشديد بس ما بعتقد كل أبديت راح يعملوا أنه ريسة للجوائز تبع التور بس كل فترة وفترة راح يعملوا جوائز ممكن خلال شهر ممكن كل شهور يعملوا ريسة للتور ونقدر ناخد جوائز من أول وشديد وبصراحة هي الطريقة هي الأفضل ليش أنه التور الجوائز اللي عم ينزلوها كل يعني مثلا ممكن كل عشر فلورات يعطوك كمسين جيم طيب ليش ما إزا هيك يعني ساعتها الجوائز التالي بتصير كتير بسيطة بس عملوا ريسة ساعتها راح يكون الجوائز كتير 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 رائعة أنه بنقدر ناخدها مثلا كل شهر ولا كده أربعة شهور حسب أن يعملوا بهذا الشيء الرائع إذا غيروا بالتور وحاولوا يحسنوا أكتر أنه هو حاليا حلو وكتير كتير يعني أحيانا بتلاقيه مزعج أو مثلا أنه لازم تفكر فيه خاصا تور الجديد وتور القديم بقى اللي هو أنه كل شهر بنزلوا فلور ولا فلورين إذا عملوا بطريقة أنه لازم تعمل ريسة كل مرة ويتغير القوانين كل مرة ساعتها راح يصير كتير كتير حلو وكتير ممتع أنك تقدر تلعب من أول وجديد وتغير تلتيما تبعا موضل تلعب نفس التيم من المرحلة الأولى للمرحلة الأخيرة الآن سأذهب لفاكشن ور ما حكوا كل شيء بالتفصيل عليها بس هي أنا أقول لك أنه المقابلات وس track الرسالة جزيرة المقابلات مجائputين and declare battle content exclusive to the chosen faction the contribution point from added faction score the faction more point emerge victories the more battle you win the more faction point you can contribute we're planning to provide exclusive reward based on the contribution point of current plan to make faction more regular event content this is one of the most important things that you have done when you have done it in Asia and global that you have done it if you have done it in global all of them all of you have done it in global or you have done it in a number of times you have to take more and more and every one who has done it in a number of times يعني لحاله بقى هاي شغلة كتير كتير حلوة وهيك ساعتها انت راح تضطر انك اتضل تلعب الفاكشن لحتى تدر تاخدها بس اعتقد هاي شو راح تكون انه انت بداية اليفنت راح تختار يا اما يمين يا اما يسار والفريقين مثلا اللي بيختاره مثلا اللي بيختار يمين كله بيلعب ضد اللي بيختار يسار اعتقد هيك راح تصير العملية وشغلة هاي اذا جاو اذا حلوة واذا طريقتها ممتعة راح تكون شغلة كتير 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 حلوة وان شاء الله تكون بالطريقة اللي انا عم تقيلها ما تكون بطريقة بسيطة وتكون طريقة كتير مملة وساعتها الناس تلاقي طريقة راح تتلعبها اوتو وساعتها المتعة تبع الفايت راح تصير لا بأس بها هاي دول الشغلات اللي عمل لك راح ينزلوا خلال الثلاثة شهور القادمين اللي هو من شهر تسعة لشهر اتناعش بقى هلأ للأسف في شغلة هلأ هنين اكثر من مرة حكوا انه راح يضيفوا شغلات جديدة ورح يضيفوا شغلات جديدة وصلنا تلت شهور ناطين شغلات جديدة وما نزل غير الكروت ان شاء الله ان شاء الله هالمرة بيكون شغلات كتير رائعة ويكون عن جد في تغيير جذري باللعبة وتحسين لللعبة بشكل كامل وكبير ويخلي الناس تستمتع باللعبة وضل تلعبها لاختين اقول مثلا لنهاية سنة على الأقل نهاية السنة الجاية طبعا هنين في كتير شغلات كنت انا وعمر كنا منعمل فيديو انه الشغلات لازم يحسنوها وبصراحة في شغلات كتير حكوا عليها بس اكتر الشغلات اللي احنا مدايقين منها حاليا اللي هو الريورد وانين لو تلاحظوا محب كتير عن الريورد انه لازم يعملوا شوي يرفعوا الريورد شوي لانه ما بصير انت صار لك سنة عم تلعب اللعبة تاخد نفس الجوائز اللي هلأ صلوا مبلش اللعبة او نفس الجوائز اللي صلت اللي نازله يعني مثلا خمسة همر كل فاينل بوس لازم تسوي مثلا عشرين لازم تسوي خمسين حسب طبعا شلون الطريقة بس انا بصراحة اكتر شي اكتر شي حاسس رح يكون ممتع بس ان شاء الله عن جد يكون ممتع متل ما انا متخيلو اللي هو هاد لانه عم يقلك بضل تلعب الفيزات وضل تلعب نفس الفريق لحتى اتصل للمرحلة الاخيرة واتش بيهك ما راح يدري يعني لازم تلعب الفريق متكامل انه يكون عندك حدا بيهيل حدا بيعمل مو مسلا ازا يعني انه زي مات حدا من فريقك ما راح يرجع يعيش اعتقد بادا شي كتير كتير حلو وان شاء الله عن جد تكون شي ممتع والكل يستمتع فيه ازا انتو جداد على اللعبة بس هو في ملاحظة كتير مهمة لازم تعرفوه نعمل لك هذا راح يكون شي جدا 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 صعب يعني اصعب من الدور واصعب من فاين البوس واصعب من شيطان بلمث حتى با ازا ما قدرت تخدمه هذا الشي عادي لانه ما عم يقلك هذا الشي راح يكون اوفر اوفر صعب طبعا لولي انتو بالكومنتات شو الشغلات اللي انتو نفسكم فيها وشو الشغلات اللي انتم يعني مت بتكون ياها او شو بيسموها الكلمة يعني انتو متشوقين لحتى تشوفوها باللعبة شان يكون نحكي عليها فيديوهات قادمة وشاو تكون اللعبة بالمستقبل ينزلوها عنا باللعبة بس هوم يكون صحيحة اليوم ارجى تكون سمتعتوا في سمتعتوا في لايك الفيديو شكرا وعمل خلاص لكم اللي جديد مني مشوفوها في آخر الفيديوهات الثانية السلامة